قال مكتب الضرائب في محافظة مارب بأن إراداته خلال العام الماضي 2021 تجاوزت العشر مليار ريال يمني لجميع الإرادات والأوعية الضريبية المحصلة في المحافظة وأوضح مدير مكتب الضرائب في محافظة مارب عبد الكريم حيمد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبب أن مكتب الضرائب في مارب حقق خلال العام المنصر زيادة في ربط الموازنة لجميع الإرادات المحصلة بمبلغ نحو ثلاثة مليار ريال بنسبة قدرت بثمانية وثلاثين في المئة وأكد حميد بأنه تم توريد جميع المبالغ المالية إلى البنك المركزي أولا بأول وأشار إلى أن مكتب الضرائب في مارب يعمل حاليا بنظام ضريبي آلي ومتطور وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنظيم الأعمال الضريبية وحوسبتها